اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولم يرخص ابن عينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق وعن ابي موسى قال قال رسوله السلم ثلاث لا تهل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه احمد وابن حبان في صحيحه وانا بابن هنا ما قالا اكان باب ما جاء في التنجيم انا ابن رزوه اتوراروه في التنجيم قال بخاري في صحيحه امام البخاري الامام المعروف الفذ العلم قال قتالته وانا بباموا لما مين من يمال مين قال قتالته يخلق الله هذه النجوم لثلاث لثلاث يعني لابو اكو زينة للسماء ادو كسماء وارجوما للشياطين انشاء الانسك هوا سماء اللا يساء اجي في صدر السو وعلامات يهتلى بها نؤكو كان لألا يشاء وعلامات وبالنجم هم يهتدون يشي فمن تأول بها غير ذلك اخطأ واضع نصيبه يعني تأول غيرت من باب التأويل يشي وانا نجوم يعني كون تران سنسان وانا غيبي او شي اشي انا اسدل بها على الغيبي يعني مثل يكاو يشي تران انسك هكا سيولد مالك عظيم او كذا انسك هكا سحصل مصيبة كذا يشي من تأول فيها غير ذلك اخطأ يعني اخطأ في التأويل واضع نصيبه يعني من دينه ان كان دخل في انها او تأول او ظن انها تعلم الغيب والعيد بالله يعني يعني امتان اخطأني وانا اخطأني وانا اخطأني اما يزوي وانتاسم وانا غيبي ايشي اضاع نصيبه وانا دينه كمان قال له ايشي وما لهم في الاخرة من خلاق اي من نصيب وتكلفهم على علم له التكلف كشقا ابو باقي ايامي يعني باقي سنتكا ابو باقي وكشقا كيذن جايش نو لما سن اذا قد سنعلم سكشي العلم ستة يعني كشي شي لاني عشقين سي ايشي الجهل مركب نك ارجي دمي رجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري قلوبة جاهل يعني جهل مركب او رجل لا يدري وانا انه لا يدري كوكما يظن انه يدري يعني كيه فتاوى بغير علم نسأل الله سلامة والعافية وكلها قتاله تعلم منازل القمر دمي سألوكي كري جامة يجي ابتاء وجني من يعني يقول يا زي يقول انت كواسون ابو يتفي دهيا ولا منخص ابن عينة فيه يعني ذكروا حرب عنهما يجي عنيت ما يجي كاي كوي وانا امن خلاصة قول السلف يجوز التعلم اذا كان يعني ما دخل في الغيبيات يعني ذاك يعني علمه معروف علم المسونيش الفلك وكذا مثل الزنداني وكذا علماء المسلمين يعني اذا كلم باشياء ويسدل بالقرآن وإلى آخره يعني الرجل يعني معروف في علمه جزاو الله وخيرا فيما يعني احسن ورخص في تعلم المنازل ورخص في تعلم المنازل احمد احمد واسحاق يعني احمد واسحاق تكتباكم ذلك في خلاف المسألة اذا كانت ما تجر إلى الباطل وإلى الضلال ما في شيء واذا كانت سبب في ضلال الناس هذا لا يجوز ويحرم اي علم ليس علم النجوم فقط اي علم يجر إلى هذا فهو حرم يعني الغايات لها الوسائل لا حكم الغايات يعني كوتش وسيلة لا حكم الغاية ركب سيارة الى اين يعني يعني يذهب الى الخمارة اصبح هذا يعني ذهاب وكذا كله محرم من اجل يعني الغاية وعن ابي موسى وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون لجنة منشان اكني والعاذب لا يدخلوا لجنة ملمن الخمر يشي واندى مسون انشي واندى اللهم صلى الله عليه وسلم يسابانا شنجيا اني اني ايدينا وقاطع الرحم واندسك يعني يعني بايزو وانشي يشلي علاقة شلسو كو ايا ينزلي الى اخي دي دون وايسوني اعلى شيء في الرحم ومصدق بالسحر اي ان السحرية يؤثر بغير اذن الله والعاذب الله وانن يشي لا يدخلنا لجنة لكن الاثنين اللي في الاول يعني معنات لا يدخلنا في اول الامر يعني شرب الخمر ليس كفرا لكنهم من الكبائر لكن هذه من احاديث الوعيد يعني لا تفسر تمر كما هي لكن بابة يوضح ان البعض يضعن يخلط في النار وقاطع الرحم يعني في اول الامر ان في حديث هناك ضعيف عن ابن زنا لا يدخل لجنة اي في اول الامر لكن قيل انه ضعيف يشي رواه احمد وابن حبان في صيح ما وانا كالشان ديونان بابن يعني متين ينيسا دابن دي بسني بكالي ديشي قابل وكان شايك باتا الديني شابنزا مالا يشي باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء وقو الله تعالى وتجعوا لطقكم انكم تكذبون وانا ابي مالك على الشعري ان الله صلى الله عليه وسلم قال اربع من في امتي من امر الجاهلية لا يدركونهن لا يدركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله سلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قاد ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن به وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الآية فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تكذبون وهذا ما باب ما جاء وقالوا عن اي شيء في الاسقاب العنوائي يعني من ناء ينوءني يعني النوء بمعنى موسئن نفسا كوكبا على انواع اي الكواكب انت موء سيأتي ناء ينوء يعني تحرك يتحرك او حرك يتحرك ناء تحرك ينوء يتحرك يعني يرون ان حركة هذا الكوكب او هذا النجم انها تؤثر في الكون كذا وهذا كله من الباطل لان الكون هذا لا يستطيع احدا ان ينصرف فيه سبحانه وتعالى بشيء لان لا ينصرف في شيء الا المالك فقط قال تعالى قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض سألنى اي شيء ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين سبحانه وتعالى على له الخلق والامر اي في السماوات والارض سبحانه وتعالى وعند المؤمنين افضل المؤمنين ايمانا عند اهل السنة والجماعة من قال لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا او قال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون نعم وعن ابي مالك الاشعر قال اربع في امتي من امر الجاهلية يشي لا تركوهن الفخر بالاحساب وليقش كي تركوهن لنقلي كزاني لن كزاني يجي فخر لحسب انا من يعني اعلية كذا وكذا العذب الله والطعن في الانساب وانا اليه راجعون في الانساب والاستسقاء بالنجوم يعني طلب السقية من النجوم كأنها فاعل مع الرب والعاذ بالله هذا شرك أكبر وعاذ بالله والنياحة طبعا من الكبائر هذه وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطراني يعني اما تتوب زاد و تأشي ونزفتون اكساء عمارة وانا ننقق بي وعاذ بالله زاد تأشي لشي ألا زائب أما تشي لا اله لا لنقق بي أما زاد تأشي لشي اما تتوب أما تتوب ألا يعجو وإني لغفروا لمن تاب أو وإني لغفروا لمن تاب وجرع من جرب كما تهيدا وانا يعني تشي وانا جرب وله ما عن زيد من خالق قال صلى لنا رسول الله سلم صلاة الصبح يصبح من عبادية مؤمن بي وكيف يحضر الله قلها بيو. واندك لونالون يشي ايه فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتي تيازم مومني لن يقال لانيبادل ونشي يسكوه سبحانه وينزل غيث سبحانه وتعالى. يشي ايش واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر به مؤمن بالكوكب. يعني ان الكوكب شين يجي تصرفوا اكمل العياذ بالله يعني ياشق الشرك الاكبر والعياذ بالله. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فانزل الله تعالى يعني يقلت ونما كذا. هذه الآيات. فلا اغسل ما نقل الى قوله تكذبون دعالة وفي السماء يقلت وما تؤعدون كم ان الله عنده علم الساعة وينزل غيث. يعني من اختصاص الله عز وجل. كل من قال انزل غيث فهو كذاب كافر ملحد. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله سواء من النصوص او من الماء من السماء. باب الاندوك الياجي. والرخوضات الباب لي ما لم يقلت وقلامنا ما حد يتصرف الكون الا الله عز وجل. الا الله عز وجل. لا يتصرف احد في الكون الا الله سبحانه وتعالى. دونك ظن يتصرف مع الله عز وجل هذا شرك اكبر عز وجل. ما هو شرك اكبر جعل ما لله يعني خاصا بالله. مثل الخلق والرزق والانزال والاحياء والاماتة الى اخره ان تجعله لغير الله. جعل ما لله لغير الله. هذا الشرك الاكبر والعز بالله. ما ليشيباب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من الله اندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله احب اليكم من الله ورسوله. عن انس. عن رسول الله سلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ولهما أنه قال قرض أسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذه في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر حديث عن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك الله أكبر ولن يجد عبدا طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤخرة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجد على أهلي شيئا راه بن جريد وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة نعم لما لن يجي باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندال يحبونهم كحب الله وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآيات أصلا ولم مسألة تنال جنوان أكان أولا زمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يا اللاجئ إن الله يحكم بينهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يعني كذبوا بأنهم اتخذوهم ليقربون إلى الله زلفة أبدا يكذبون بل هم والوا فيهم وقاتلوا من أجلهم لقول الله تعالى هنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم ك هذا الكالي المثلية فلالا كفلان يعني كمثال يعني حبهم كحب المؤمن لله كما يحب المؤمنون الله أهل الشركي يحبون آلهته وبدليل النصوص كلها أو كلها قال الله عز وجل أن يمشوا واصبروا على آله هذكر حرقوه وانصروا يعني إبراهيم عليه السلام أبوه من أول الناس سبحان الله من أول الناس يعني قتل لإبراهيم بالحرق ومن أنه شارك في الحطب وشارك في حرق إبراهيم عليه السلام يعني أبنئر وهمتك إنشي ده شيء أكتار إيشنان أكفوره وتأيجيب شف انظر إلى حب الوالد لولده مع ذلك شف إذا كان اختلفوا في العقيدة لا رحمة ولا يراعون شيئا قال الله عز وجل في سر التوبة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة القرابة مثل أبو إبراهيم أبوه أراد حرقي أبو إبراهيم عليه السلام نعم أبو إبراهيم عليه السلام أراد أن يحرون ابن نوح عليه السلام ابنه قال سآوي إلى جبل يعني لا يراعون إذا اختلفت العقيدة إي دوكم يا باتش إني عقيدة بتزول إيبا تولا تظن منه أنه يا رحمك في شيء لقول الله تعالى لا يرقبون في مؤمنين إلا يعني باسة راعة وأمتن إلا قرابة إنه قريبا شنا أبوك عمك أخوك إذا اختلفت العقيدة والعيد بالله عداوة إلى قيام الساعة مثل عداوة آدم وإبراهيم ولا ذمة ولا عهد يعني يعاهدك يغدر يعاهدك يغدر إذا اختلفت العقيدة فنعوذ بالله يعني من أهل الغدري ولهما عنه قال قرسه أسلم ثلاثة من كنا فيه وجل حاوة الإيمان أن يكون الرسول ورسو أحب إليهم مما سواهما وأن يحب المال لا حب إلا لله وأن يكره أن يعود إلى أخر الحديث يعني حب الله أن يكون مقدم على حب كل شيء في هذه الدنيا الذي يضحي يعني ينتقي أحسن الأضاء عنده يعني أحسن خرف أقول شيء سيجل أكوزو ينكاشي لله عز وجل مثل ما أمر الله إبراهيم أن يربح إسماعيل عندما بدأ يتعلق به قال امتحنه الله عز وجل أن يذبح بذبحه قال يا بني يا يا بني أني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانذر ماذا ترى قال يا أبا تفعل الله أكبر قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبيد يعني صفى قلبه لله عز وجل لا يجوز أن يكون أحد يشارك الله في قلب إبراهيم عليه السلام الله أكبر وإبراهيم الذي وفى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس في قائل الله تعالى وتقطع بهم الأسباب قال المودة لأنه أصبح عندما ذكر لا يجل أحد حلوة الإيمان إلى أن قال إلى آخر عن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعلى في الله فإنما تمر ولاية الله بذلك ولن يجل عبدا ولن يجد عبد ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني لله فعله هذا يحب من أجل الحب والبغض لله عز وجل وصارت عامة مآخات الناس على أمر الدنيا يعني من أجل مصرحة تأجد الإنسان والله يحرف لك أنك حبك في الله وكلها مصرحة جنوية دن أبن ديكي زي ساموني أبعانك إما جاه إما أنس كزونا تاري يعنينا جنال يمكننا كنا هيرا وكذا لكن الأمر لله عز وجل وله عز وجل إلا من رحم الله نسأل الله أن يكثل من الصالحين والطيبين أن يدخلون في الله عز وجل لأنه لهم بشراء من القيامة قال الله عز وجل ينفع الزق وزي على متحابين في جلالي على منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء يوم القيامة لا إله وقال ابن عباس وقال الله تعالى وتقطع بهم الأسباب قال المودة إن من أجل الدنيا قال الله عز وجل الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعضهم عدو إلا المتقين يا عبادة لا خوف عليكم من أجل أيش على الخلاء الذي كان بينهم من أجل الدنيا يعني تلبى اللبس عنهم الشيطان يظنون أن الله وهي للدنيا أصلا وكانت لله تبقى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفع لا خلة باطلة فاسألها الله هناك لا خلة باطلة الطيبة موجودة قال الأخلاء يوم إذن بعضهم بعضهم إلا المتقين يعني عدو في الخلة الباطلة المتقين خلتهم موجودة في الدنيا والآخر وهم على منابل من نور تصديق اللي وعد الله عز وجل نسأل الله أن يوفقنا جميع نير كما ألا سامعيك إذا أبننا منكر أنتها مكجي جزاكم الله خير والله أعلم وسل الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة